المباراة بشكل عام شايفها إزاي إن شاء الله مباراة الأرض في الشك مباراة صعبة طبعاً يا كريم تتكلم على مواجهة زهاب انتهت بتعادل سلبي والتعادل السلبي في الكرة هو أخطر نتيجة ممكن أي فريق يرتكن لها خاصة أن التعادل يكون خارج الأرض مع احتفاظ أفريقيا لدال بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التساوي في الأهداف طبعاً مباراة صعبة جداً على النادي الأهلي خسر سلاح مهم جداً جداً أو علي معلول هنتكلم على مدار الحلقة وازاي ممكن مرسل الكلام وأخ арم Excuser علي معلول في المباراتين طبعاً طبعاً المبارات الزهاب برضو ده 3 داقاي اللعبه بعلي معلول وفي النهاية إحنا في ليلة المباراة اتكلمنا إنه خسارة علي معلول في المباراة أنا بالنسبة لي كأن المباراة لم تكن مع خسارة علي معلول إن نتيجة 0-0 كأني ببطري مباراة من أول وجديد مع خسارة كمان علي معلول فانت النهاردة بتتكلم على انه الاهلي عايز يلعب بشكله بشكله يعني كنت مثلا خسرت هناك بهدف ومتخسرش علم معلول ده كان بالنسبة لك يبقى أحسن؟ مليون في المية انا مخسرتش علم معلول بأي ان كان اللي بيحصل؟ لا طبعا، لا طبعا وجود علم معلول يخلينا عوض وجود علم معلول يساعدني هجوميا بشكل كبير في مباراة انا محتاج فيها سجل ما هونا لو مسجلتش ومباراة انا خلص انا صفر صفر انا ضيعت كل حاجة ضيعت مباراة الزاب وموجود مباراة العودة ففي النهاية انا عايز اسجل فالحالة الهجومية والجابهة الاكثر خطورة في الناد الاهلي في كل سنوات الاخيرة منذ انضمام علي معلول كان الشريك الاكبر فيها والشريك الدائم فيها كان علي معلول فانت بخسارة علي معلول طبعا مباراة بيصعب الامور هنتكلم ايه الحلول اللي عند مارسي الكولر الحلول اللي هيرجأ لها على مدار الحلقة مش بس مكان علي وإيه التغيراتنا ممكن تحصل